هو الامام الحافظ شيخ الاسلام وفقيه الديار المصرية الليث بن سعد بن عبد الرحمن ابو الحارث الفهمي ولد بقرقشندة بمصر سنة اربع وتسعين للهجرة كان فقيها مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الاقليم فكان متولي مصر وقاضيها وناظرها يرجعون الى رأيه ومشورته ولقد اراده المنصور على ان ينوب له على الاقليم فاستعفى من ذلك سمع الليث بن سعد من عطاء بن ابي رباح وابن ابي مليكة وابن شهاب الزهري وهشام بن عروة وغيرهم وروا عنه خلق كثير منهم ابن عجلان وابن المبارك ويحيى بن بوكير وقتيبة بن سعيد وغيرهم قدمه الشافعي على مالك في الفقه وقال ابو داود سمعت احمد يقول ليس في المصريين اصح حديثا من الليث بن سعد قال ابن بوكير كان الليث فقيها النفس عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر حسن المذاكرة فما زال يذكر خصالا جميلة ويعقد بيده حتى عقد عشرة وقال لم ارى مثله كان رحمه الله رجلا كريما يتحلى بالجود ويصل الناس بالعطاء ورغم كثرة امواله الا انه لم تجب عليه زكاة قط فقد كان لا ينقض الحول عنه حتى ينفقها ويتصدق بها قال ابو صالح سألت امرأة ليث منا من عسل فامر لها بوعاء من جلد مملوء وقال سألت على قدرها واعطيناها على قدر الساعة علينا توفي الليث رحمه الله للنصف من شعبان سنة خمس وسبعين ومئة للهجرة وكانت وفاته يوم جمعة رحمه الله رحمة واسعة